كيف ننظم غذاءنا في شهر رمضان؟ وكيف نستفيد بأكبر قدر ممكن من عبادة الصيام؟ اليوم أحبتي في الله سنقدم سبع نصائح طبية لصيام أفضل ولتستفيد من فرصة هذا الشهر الكريم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أيها الأحبة هذا الشهر هو مناسبة رائعة جدا لتعدل حياتك كاملة هو مناسبة للصيانة نحن نعلم أن كل جهاز له صيانة سنوية السيارة تحتاج للصيانة المنزل يحتاج للصيانة اللابتوب يحتاج للصيانة الموبايل كل شيء يحتاج جسمنا هذا يحتاج للصيانة الله سبحانه وتعالى أعطانا عبادة رائعة جدا هي الصيام هي الصيانة سنوية لهذا الجسد الحقيقة هذه الفرصة أخي الحبيب معظمنا لا يستغلها ينظر إلى شهر رمضان كأنه الشهر للجوع والعطش والثواب والأجر وانتهينا لا يا أخي بمجرد أن تبدأ بالصيان اعلم أن جسدك هذا بدأ بصيانة نفسه فالخلايا الهرمة الخلايا الضعيفة الخلايا التالفة الخلايا ما يسمى بالخلايا الشاذة الخلايا الملتهبة كل هذه تصبح ضعيفة جدا أثناء الصيام وهزيلة وهناك خلايا صحيحة تصبح أنشط وأكثر قدرة فتلتهم هذه الخلايا وبالتالي جسدك هذا يقوم بمهام معقدة جدا وأنت لا تدري فأنا اليوم سأقدم هذه النصائح السبعة لمساعدتك على الاستفادة من الصيام ليصبح صيامك صياما فعالا بالفعل تشعر أنك بعد رمضان أصبحت أفضل مما قبل رمضان كل الأمراض التي تعاني منها أخي الحبيب يمكن للصيام أن يعالجها لأن المعدة بيت الداء والإقلال من الطعام والشراب هو رأس الشفاء النصيحة الأولى وهي قدمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار على التمر أكثر من تناول التمر في هذا الشهر الكريم لأن جسدك جائع الخلايا الشرهة للطعام لحظة الإفطار وبالتالي يجب أن تدرس ما تدخله لجسدك لا تدخل أي شيء المأكولات الدسمة والمأكولات التي فيها سكريات والعصائر المحلص صناعيا وغير ذلك والوجبات السرعة كل هذا يحدث ارتباكا في أجهزة الجسد بالكامل لذلك أحرص على أن تتناول حبات من التمر فإنه بركة كما سمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة الأولى طبيا وإذا أردت أن تتبع سنة النبي أيضا أنت على الطريق الصحيح إذن الإفطار على التمر النصيحة الثانية أخي الحبيب أيضا قدمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من شرب الماء لماذا؟ لأن فترة الصيام تختلف طبعا من بلد لآخر ولكن عادة تكون بحدود 14 إلى 16 ساعة يعني فترة طويلة وبالتالي الجسد فقد خلال هذه الفترة كمية من الماء أحيانا الجسم لا يطلب الماء يعني ينسى جسمك ينسى طلب الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور صلى الله عليه وسلم فهذا الماء أخي الحبيب يطهر الجسد من الضروري جدا أن تتناول كمية كبيرة من الماء طبعا ليس بشكل مفاجئ على فترات يعني لا تنسى بمعدل كل مثلا نصف ساعة أو ساعة تأخذ شيئا من الماء بحيث أنك تغذي هذا الجسد تغذي خلايا الجسد بما فقدته ويكون لديك دائما فائض من الماء لكي يبقى الجسم في حالة يعني جيدة فإذا شرب الماء ضروري ويفضل الماء هناك أناس يشربون العصائر مليئة بالسكر وهذه ليست صحية على الإطلاق أخي الحبيب الشيء الثالث وهي قضية كثير من الناس يغفل عنها طريقة تناول الطعام كيف طريقة صحية أخي الحبيب أن تتناول الطعام ببطء وعلى مراحل لا أن تضع كمية كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ لا كل بهدوء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأكل ببطء حقيقة يخلصك من كثير من مشاكل جهاز الهضمي هذه النصيحة الثالثة أن تأكل ببطء وأن تقسم طعامك إلى وجبات خفيفة وبخاصة من ابتلي بداء السكري أو ضغط الدم أو غير ذلك من هذه الأمراض التي هي أمراض العصر ينصح الأطباء دائما تقسيم الوجبة الكبيرة إلى وجبات خفيفة يعني مثلا أن تأكل شيئا من التمر مع الماء تتناول قليل من اللبن مثلا يعني بعد ذلك ترتاح قليلا تصلي تذكر الله تقرأ شيئا من القرآن ثم تأخذ وجبة خفيفة أخرى وبعد ساعة أو ساعتين وجبة أخرى وهكذا لأن الجسم أخي الحبيب 15 ساعة متوقف عن الطعام فهو يقوم بالصيانة لنفسه هذه الصيانة تستمر حتى أثناء الأكل لذلك لا تضع الكثير من الطعام تربك الجسم تربك أجهزة الجسم فيعني تعطل ما أصلحه الجسم تخرب ما أصلحه جسده دع جسدك يعمل شهرا كاملا بنظام هادئ لأنك يجب أن تغير نظرتك لشهر الصيام هو شهر الصيانة والصيانة لا يمكن أن تتم وأن تدخل كميات كبيرة من الطعام إذن النصيحة الثالثة أن تأكل ببطء النصيحة الرابعة أخي الحبيب بعض الناس يهملها وهي وجبة السحور ضرورية وجبة خفيفة يمكن أن تكون من التمر من أي أكل ولكن طبيعي ابتعد عن الوجبات السريعة الوجبات المصنعة الأشياء الدسمة ابتعد عنها وجبة السحور ضرورية مهما كانت خفيفة ولو كانت القليل من اللبن مع الخبز وبخاصة الخبز ما يسمى الخبز الأسمر أو الخبز الذي هو نخالة القمح هذا فيه كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات ضرورية للنظام الهضمي وجبة السحور خفيفة ضرورية أخي الحبيب لا تنساها النصيحة طبعا الخامسة ركز على الأغذية المليئة بالألياف يعني مثلا خضار فاكهة هذه غنية بالألياف لماذا؟ لأن المعدة والأمعاء هذه المنظومة الهضمية فيها تريليونات البكتيريا النافعة موجودة هنا أخي الحبيب هذه أفضل غذاء لها هو الألياف الألياف مهمة جدا نحن نهملها طبعا أفضل أنواع الألياف موجودة في التمر هذه ملاحظة أيضا الخضار بأنواعها وبخاصة الخضار الداكنة فيها كمية كبيرة من المغذيات الفاكهة فيها ألياف وفيها فيتامينات ومعادن ضرورية جدا إذن ركز على هذه الأغذية لضمان أن تساعد جسدك على الصيانة يعني يجب أن تتذكر كل يوم أن النظام المناعي لديك يتجدد أثناء الصيان الخلايا الهرمة والتي تراكمت طوال السنة يحتاج الجسم أن يتخلص منها ساعد جسدك أن يقوم بالصيانة الصحيحة فلا تدخل لمعدتك أي مادة وهكذا لا ركز على الخضار الفاكهة غنية بالألياف هي صديقة للأمعاء والنظام الهضمي القضية السادسة أخي الحبيب الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قضية الإسراف في الطعام وهذه ليس لها علاقة بالفقر والغنى على فكرة هناك أناس تجد إنسان شره للطعام يأكل أي شيء بشرها وهذا خطأ كبير جدا لأن شراهتك للطعام تضعف النظام المناعي تزيد من الدهون تربك عمل الجسم هذه الكميات التي تدخلها من الطعام اعلم أنها ضارة جسدك سيأخذ ما يحتاج له فقط ويرمي الباقي فأنت تشكل عبءا على البنكرياس والكبد والكيلة والمعدة والأمعاء والقلب بما فيها القلب لذلك أخي الحبيب تذكر دائما وأنت تتناول وجبة الإفطار أو أنت تأكل في رمضان في الليل مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تذكر أنك تخرج من دائرة محبة الله إذا أسرفت لا تسرف القضية أخي الحبيب السابعة والأخيرة وهي قضية مهمة قضية ممارسة الرياضة النشاط البدني لأن بعض الناس يبقى جالسا في مكانه لساعات طويلة متسمرا خلف الموبايل أو على التلفزيون أو خلف اللابتوب كل نصف ساعة حرك جسدك كل ساعة حرك جسدك قم تحرك أوقات الصلاة مثلا مارس رياضة المشي إلى المساجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكثرة الخطأ إلى المساجد هذه الأعمال تقرب إلى الله وتزيدك قرب من النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فإذا موضوع الرياضة موضوع مهم جدا مع الرياضة يجب أن أتخلى عن العادات السيئة يعني مثلا التدخين يجب أن أحاول أن أقلى عنه في هذا الشهر هو مناسبة رائعة إن شاء الله نخصص لقاء لهذا الموضوع بالذات نخصص حلقة لهذا الموضوع كيف تترك التدخين في شهر رمضان الحقيقة هذه سبع نصائح والنصائح كثيرة جدا كما تعلمون أيها الأحبة أنا أحببت أن أقدم لكم هذه النصائح المهمة جدا والبسيطة فقط وأنت تطبقها تذكر أنك تساعد جسدك على الصيانة على الشفاء على تنشيط النظام المناعي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومننا الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر